نظام جديد للدوري المصري أقرب للنظام اللي موجود في الدوري البلجيكي وهقولك التفكير على إيه؟ يعني هقولك الدوري للسنة الجاية ممكن يبقى شكله عامل إزاي؟ وهقولك الصعوبات اللي هتواجه القرار ده برضو بس إحنا عايزين ناخد الفكرة بتاعتنا من مين؟ من الدوري البلجيكي طيب الأول أقولك الدوري البلجيكي ده بيمشي إزاي؟ وبعد كده أقولك إحنا بنفكر في إيه؟ في مصر في ربطة الأندية ولجنة المصابقت في الدوري البلجيكي يلا بينا بيتم إقامة مرحلة أولى بمشاركة جميع الفرق ويصعد أول أربع فرق من تلك المرحلة إلى جولة التتويج باللقب وتتنافس الأربع فرق على حصد البطولة بعدد نقاطهم في المرحلة الأولى ماشي؟ يعني ياخدوا نقاطهم من تحت معاهم فوق يعني كل فريق في مرحلة التتويج باللقب ياخد ست مباريات بواقع الثلاث مباريات زهابا ونفس العدد إيابا لتحديد صاحب المركز الأول والمتوج بالبطولة والمراكز الأخرى اللي هيتنافس عليها باقي الأندية في النصف الجدوى الأخير في مجموعة أخرى بنفس نقاط المرحلة الأولى لتحديد الهابطين وباقي مراكز الدوري ده فيما يخص الدوري البلجيك